ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وذلك بحضور مسؤول الجهات المعنية وخلال الاجتماع جدد رئيس مجلس الوزراء التهنئة لجميع المواطنين المساحيين بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة حيث استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها ومنذ ذلك في آخر اجتماع لها حيث وافقت اللجنة خلال الاجتماع اليوم على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابع لها وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموفقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابع لها